بقى لاش تبص المعروف ان في حاجات صغيرة وحاجات كبيرة ليه طيب كده اقول لكم ايه اللي حصل الخلل ده لما بص وهو ما اللي علموا الناس حتى في المعاصي يقولوا هي دي صغيرة ولا كبيرة فبقى المعروف عنده صغير ولا كبير ده يقولك ده من ابو كام ده مهم جدا اننا نغير نظرتنا للمعروف ونبص المعروف انه هو ربنا سبحانه وتعالى هيتقبله ويكبرهن شوفوا مثلا حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في طريق اذ وجد غصن شوك فاخره يعني ازاحه عن الطريق ركنه على جنب كده فاخره فشاكر الله له فغفر له يا سلام يا سلام على الجمال غصن شوك قال له اصلا كان متشال بقلب فكل حد عده الرجل ده خد سواب انه هو انقذه من ان الشوك ده يدخل في جلي وهو لما رفع غصن الشوك عارف ان هو بنى ادم ايه ده يعني المعروف ده بيشتغل على التلات ابعاد اللي بينك وبين الناس خير واللي بينك وبين ربنا رحمة واللي بيلك وبين نفسك جمال او ده معروف ممكن تشوفه صغير لكن هو عند الله عظيم وعشان كده فائدة المعروف مش بس في الثواب العظيم عند الله وانما في الخير اللي ممكن يشوفه الانسان في حياته بسبب المعروف ده وحضرت النبي بلغنا بدا لم علمنا ان صناعي المعروف تقي مصارع السوق وبيقل لنا في جزء من الخير اللي بيصيب الانسان بسبب هذا المعروف فيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجتي أخي كان الله في حاجتي ومن فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا او كربة من الكرب فرج الله عنه كربة من كرباتي يوم القيام وعشان كده بزعل جدا لما لأي الناس ما بتفكرش الا بشكل مادي ويقول لك لو انا عملت ده هاخد ايه كده كام هستفيد من ده كده الواحد بيحتار الحقيقة انك هتستفيد فوائد كتيرة جدا مش بس اللي ممكن تتخيله لا اللي الفوائد دي تقندا ربنا فمحتاجين اعمالنا تكون مليئة بمعروف خصوصا في الشهر في الشهر الكريم وفي الايام اللي بترفع فيها الاعمال وعشان كده هو ده اللي ممكن يوصلنا هقول لكم حاجة مهمة جدا 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 اقول لكم شوية حاجات كده ممكن نعملها عشان نجدد احساسنا بالمعروف اول حاجة اتعود ان انت تفاجئ نفسك كده خمس مرات في اليوم بان انت تقول ايه انا دلوقتي عامل معروف حتى لو كان صغير وتعود انه يزيد بعد كده يعني اتعود ان انا معروف انا اتعود ان انا اقول كلمة حلوة لزميني اقول له ان شاء الله ربنا هيكرمك فاقول الكلمة وإيه اللي حاصل وانسى اثاره لا انا عامل معروف ان انا لقيت الحاجة وقت من حد فاجبتها له انا عامل معروف ان انا حاسس ان فلان محتاج قلم فادي له القلم يكتب بيه انا عامل معروف واشتغل على المعروف ده اشتغل بالمفهوم اللي احنا بانه معروف مش بانك انت ايه انا الشخص اللي اكتشفت ان المعروف في الحاجات الصغيرة فانا هجمع النجاحات الصغيرة لا يا سيدي انت بيتعمل ايه بتحتل على نفسك لتعرف عند الله فانت بتعمل ايه بتحتل على نفسك عشان تعرف الله سبحانه وتعالى مش ايه مش انك انت بتعمل نجاحات صغيرة سيبك من فكرة النجاحات أنت تعرف الله فلذلك إيه اللي حاصل عملك المعروف جزء من المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجله أن أنت تعيش بالمعروف لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوباً وقبائل ليه؟ لتعارفه فالمعروف ده هو اللي ويصلك إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم عايز تبقى تقي عايز تبقى عندك بر ابتدي بالمعروف وحرك قلبك بالمعروف اعمل المعروف وما تنتظرش حاجة من حد يبقى خمس مرات اعمل أشياء تمروا على قلبك كده حتى لو كانت صغيرة حتى لو هتشيل ورقة من الأرض حتى لو أنك أنت هتمسح مكتبك مكان اللي بيمسح المكتب حتى لو أنك أنت هتشيل كباية وتحطها في الحض لأولادك حتى لو هتجيب مية لابنك محتاج مية أي حاجة عيش عيش وجدد علاقة بالله الحالة التانية